السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بكل متابعي بقناة جاندلوس طبعا انا انبراح نزلت روابط اللي هتقدر تجيب منها النتيجة وزير التعليم بيكشف بقى الموعد امتى موعد اعلان النتيجة امتى عشان بس كله يتطمن وكله يرتاح كده موعد اعلان نتيجة اولى والتانية سنوي الدكتور طارق شوقي بمداخلة هاتفية مع صد البلد اكد دكتور طارق شوقي انه سوف يتم اعلان نتيجة الصفين الاول والتاني الثانوي خلال الاسبوع القادم وقال الوزير في تصريح خاص سنعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي خلال الاسبوع الذي سيبدأ بعد اجست العيد يعني من يوم السبت نستنى مشير ان هذا لا يعني ان النتيجة ستعلن في اول يوم عمل بدء بعد العيد لا هو الاسبوع اللي بعد العيد من يوم السبت نستنى كده تمام وعن شكل اعلان نتيجة قال لك الوزير النتيجة هتكون يتم إعلانها أكثر تفصيلاً عن الشكل الذي يعتدى عليه الألوان والكلام ده كل والوزير قال لقد استمرت الامتحانات للصف الأول والسنة السنوي من 29 أبريل حتى 20 مايو وأضاف أن فيه 10 ملايين و420 ألف طالب امتحن الإلكترونية خلاص ومليون و155 ألف من الطلاب امتحنهم من منازلهم وقال لك كمان نتيجة الصف الأول والسنة السنوي كانت الأول بتبقى بطاقات وتعريفات وألوان قال لك هتبقى أحسن تحديثاً وهتبقى شكلها أحسن هتبقى درجات وألوان فإحنا منتظرين الدكتور طارق شوق يبشرنا كده بالخير إن شاء الله علشان ولادنا يتطمنوا نحن عايزين نتطمن بس يبقى أعلان نتيجة الصف الأول والسنة السنوي هتبقى طبعاً إلكترونياً أسبوع المقبل والوزارة بتستعدلها يا جماعة خلاص أهو بعد عيد الفطر يعني بداية بالسبت نستناه وفي مصادر مسؤولة بتقولك هتعلن نتيجة الصف الأول والسنة السنوي الى أسبوع المقبل دام من داخل الوزارة وقال لك الوزير ما تقلقوش إن شاء الله نتيجة كويسة ده كلام الدكتور طارق شوق عشان كده إحنا بنطمن أولياء الأمور بنطمن أولى والتانية السنوي ما تخافوش إن شاء الله إن شاء الله الخير قادم وربنا بس يحفظنا ويحفظ أولادنا من اللي احنا فيه وأهم حاجة اهدم عاوزكم تهدم ودايماً اللي ربنا كات به هو الأحسن فده كان موعد إعلان نتيجة الصف الأول والسنة السنوية سأتي بكم روابط أسفل الفيديو وسأتي بكم روابط في تطبيق أجيال أندلوس وفي موقعنا أجيال زودكم أي حاجة أنت عوزة عن النتيجة تلقاها في ملفة واحد موجودة عندك في تطبيق أجيال أندلوس كينا معكم مسامة رزيزة مؤسسة أجيال أندلوس وانتظرون في كل جديد وأكيد على قناتكم قناة أجيال الأندلوس في أمان الله ويا رب نسمع خبر جميل جدا يفرحكم كلكم إن شاء الله مع السلام